يوسف الأرباك يبدو واضحا في حكومة نجيب ميقاتي غدات هذه التصريحات لوزير الأعلام جورج قرداحي أو نشر هذه التصريحات رغم كل التبريرات التي حصلت البيانات التي انتشرت عبر وسائل الأعلام والتصريحات أخرها تصريح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القصر الجمهوري صباح هذا اليوم الذي أكد على عمق العلاقات العربية اللبنانية إضافة إلى رفض هذه التصريحات كان هناك تبرير لوزير الإعلام جورج قرداحي مساء أمس وقال أنه لم يقصد أي إساءة للدول العربية وللمملكة العربية السعودية اليمن والإمارات العربية المتحدة ولكنه أصر على هذه التصريحات هذا الأمر خلف ردود فعل شاجبة مستنكرة من وزير الداخلية ووزير البيئة من عدد من الوزراء في الحكومة وأيضا أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء أمس استنكرت في هذه التصريحات وأكدت على عمق العلاقات اللبنانية العربية اليوم في بيروت هناك حراك دبلوماسي إن صح التعبير بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول سفير المملكة التقى السفير اليمني في لبنان إضافة إلى السفير الكويتي وهناك رفض كبير وغضب عارم من هذه التصريحات إن كان عربيا أو داخليا في لبنان هذا الأمر خلق إرباكا لدى الحكومة وأيضا كشف طريقة تشكيل الحكومة المعقدة وتباين الأراء بين الوزراء فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول العربية وطبيعة هذه العلاقة علما أن لبنان يبحث عن مساعدات يبحث عن دعم سياسي عربي ودولي لهذه الحكومة لكي تستمر ولكي تساعد الأزمة الاقتصادية في البلد في قراءاتنا اليوم تصريحات سفير اليمن لدى بيروت عقب على التغريدة أو البيانة التي أصدره وزير الإعلام قرداحي ليبرر موقفه السفير يمني قال أن هذا التبرير مرفوض لأنه أكد ما صدر عنه هل التبرير الذي صدر عن وزير الإعلام اللبناني كان مقبولا في الأوساط هل كانت هذه الخطوة بالتنسيق مع رئيس الوزراء لأنه واضح أن البيان كان غريب بالفعل كل هذه البيانات يوسف صدرت بالأمس في وقت وفي ساعة متأخرة في محاولة انصح التعبير للملمت تداعيات هذه التصريحات وزير الإعلام جوج قرداحي قال أنه لم يقصد الإساءة ولكنه أكد بشكل أو بآخر على هذه التصريحات فيما يتعلق بالأزمة اليمنية وتوصيفها للأزمة اليمنية هذا الأمر خلق المزيد من الإرباك ومزيد من الغضب إن صح التعبير كلامه يبدو غير مقنع لعدد كبير من اللبنانيين حتى أن سليمان فرنجي حاول تبرير هذا الموضوع وقال أن هذه التصريحات وهذه المقابلة في البرنامج التلفزيوني سجلت قبل أن يتولى جوج قرداحي المنصب الوزاري ولكن هناك بعض المحللين يقولون بأن هذا الموقف يذكر بما حصل مع الوزير السابق وزير الخارجية السابق شارب الوهبة والوزير الخارجية السابق أيضا أن ذاك جبران بسيل في عدد من الأزمات والمناسبات حيث كان للبنان موقف مغاير للدول العربية أدى إلى علاقات متوترة مع الدول العربية إشارة أخيرة يوسف إلا أن هنا مقر الخارجية المؤقت كان يجب أن يكون السفير اليمني يتواجد هنا لتسليم مذكرة احتجاج ولكن مصادر وزارة الخارجية لم تتبلغ حتى الآن ولم تحدد موعد للسفير اليمني اليوم لتسلم هذه المذكرة هذا الخطاب شكرا جزيلا لمراسلنا من بيروت فلمان العنداري